السؤال الثالث هل الإمام الحجة متزوج أم غير متزوج سأبدأ من السؤال الثالث لأن السؤال الأول قد يحتاج إلى وقت ولا أملك وقتا كافيا سأجيب على السؤال الثالث وأترك البقية لحلقة يوم غد الأسئلة مهمة خصوصا السؤال الأول وحتى السؤال الثاني بخصوص قصة الحاج البغدادي إذن سؤالنا الثالث هل الإمام الحجة متزوج أم غير متزوج من الآخر هذه المسألة سكتت عنها الأحاديث لماذا سكتت عنها الأحاديث؟ لأنها لا ترتبط بعقيدتنا بشكل مباشر زواج الإمام عدم زواجه هذه شؤون عرضية من شؤون إمام زماننا أمر جيد أن نعرف هذه الشؤون لكنها لا ترتبط بأصل العقيد ولذا فإن الأحاديث سكتت عن هذا الموضوع الأولى بنا أن نسكت عن هذا الموضوع هذا لا يعني أنه ممنوع على الإنسان أن يسأل وممنوع على الذي يسأل أن يجيب لكنني أتحدث عن الجواب الحكيم الجواب الحكيم هو هذا أما الجواب العلمي سأجيب جواب الحكمة هو هذا الأحاديث سكتت عن الموضوع ما عندنا في الأحاديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شيئا بخصوص هذا الموضوع فلو كان هذا الموضوع مهما لنا مهما لعقيدتنا مهما لديننا لتحدث عنه محمد وآل محمد وما عندنا من شيء فيما ورد عن إمام زماننا بهذا الخصوص ما هو مذكور في بعض الأدعية والزيارات من دعاء لولده وذريته وما هو مذكور في بعض الروايات بهذا الشأن فإن كل ذلك مرتبط بعصر الظهور وليس بعصر الغيب حتى إذا قال قائل بأنه توجد إشارات في بعض الروايات التي تتحدث عن زمان الغيبة مثلما في هذا النص إنني أقرأ من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من أبرز تلاميذ الكليني رضوان الله تعالى عليهما وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة إنه الحديث الخامس في الصفحة السادسة والسبعين بعد المئة بسنده بسند النعماني عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد في بعض الكتب من ولد ولا غيره ولكن النص الصحيح مثل ما في غيبة النعماني من ولي ولا غيره إذا أراد البعض أن ينتفع من نصوص كهذه النصوص فإنها نصوص مصحفة النص الصحيح هو هذا الذي جاء في غيبة النعماني فهذا النصو موجود في كتب أخرى لا يطلع على موضعه أحد من ولد ولا غيره ولكن النص الأصيل الصحيح هو هذا لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره حديث مهم جدا بحيث أن النعماني وهو الخبير بالحديث يعلق على هذا الحديث يقول ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان لكان فيه كفاية لمن تأمله وصادق في قوله هذا حديث خطير هذا الحديث ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله إذن الأحاديث والأدعية والزيارات التي تحدثت عن ولده عن ذريته عن عائلته فهي تشير إلى زمان الظهور ليس هناك من حديث مباشر وصريح عن أن الإمامة قد تزوج هناك خبر لا ندري مصدره من أن زوجة الإمام هي من بنات أبي لهب هذا الخبر اعتمد عليه الكفعمي في المصباح وربما نقله غيره أيضا لكننا لا نعرف المصدر ولا ندري عن أي إمام قد نقل هذا الكلام الكفعمي في كتابه المصباح في الجدول الذي نظمه لولادات المعصومين وشهاداتهم وأسماء أمهاتهم وأسماء زوجاتهم ذكر في حقلي زوجتي صاحب الأمر إمام زماننا من أنها من بنات أبي لهب يعني من أحفاده إذا صح هذا الخبر فقد يقول قائل لماذا من بنات أبي لهب إذا صح هذا الخبر يبدو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرفع الحيف عن أولاد أبي لهب أبو لهب ملعون أولاده ما ذنبهم أولاد أبي لهب كانوا من الشيعة المخلصين لأمير المؤمنين وكانوا من أنصاره الأوفياء لكن الذي يبدو أن سلالة أبي لهب أخفت نسبها خوفا من ألسنة الناس ومن لعن الناس لهم فيبدو أن الإمام الحجة في زمان ظهوره سيتزوج إحدى حفيدات أبي لهب لرفع الحيف عن الصالحين من أولاد أبي لهب أبو لهب ملعون أبو لهب في جهنم أولاده لماذا لا تزير وازرة وزر أخرى لكن الناس لا يعرفون الحكمة ولا يعرفون العدل ولا يميلون إلى الحق يسارعون دائما إلى الباطل على أي حال خلاصة القول الأحاديث سكتت عن الموضوع الحكمة تقول أن نسكت عن الموضوع لكننا إذا أردنا أن نبحث الموضوع من جهة علمية ودينية ليس هناك من مانع عقلي أن يتزوج الإمام وليس هناك من مانع شرعي أن يتزوج الإمام يمكن للإمام أن يتزوج وأن يكون زواجه ضمن برنامج الغيبة فمثلما الناس لا تعرف مكان الإمام ولا تعرف أسرار الإمام زمان غيبته فإنهم لن يعرف أسرار زواجه وأسرار بيته إذا ما كان متزوجاً ليس هناك من مانع عقلي وليس هناك من مانع شرعي أن يتزوج الإمام لكن من جهة أخرى هناك أمور إذا وجهنا النظر إليها فإن زواج الإمام يكون مستبعداً من هذه الأمور هناك من مرافقي الإمام ومن أنصار الإمام من لم يتزوج إنما كان هذا منهم بسبب شؤون الغيبة ولأن الإمام هو هكذا أيضاً الخضر الخضر من أعوان إمام زماننا وهناك العديد من الوقائع التي حدثت زمان الغيبة الطويلة ممن وفق للقاء الإمام شاهدوا الخضر معه الخضر مع عمره الطويل لم يكن قد تزوج ألياس أيضاً من الأنبياء المعمرين وهو من أنصار إمام زماننا ليس متزوج عيسى المسيح لم يكن قد تزوج هو رفع إلى السماء وليس له من زوجته وسيعود إلى الأرض وليس له من زوجة ربما يتزوج في قادم الأيام وآخرون كذلك من أنصاره فشأن الغيبة شأن سري إلى أبعد الحدود على أي حال هذا شأن سكتت عنه الأحاديث الأولى بنا أن نسكت عن هذا الموضوع هذا لا يعني أنه لا يحق للإنسان أن يسأل أن يبحث في هذا الموضوع يحق للإنسان أن يسأل عن كل مسألة ويحق للباحثين أن يبحث في كل مسألة إلا ما نهينا عنه إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكت هذا نهينا عنه لكننا ما نهينا أن نبحث في شؤون إمام زماننا في شؤون زواجه وذريته وأولاده لكنني كما قلت قبل قليل الحكمة هكذا تقتضي من أن الأحاديث سكتت عن الموضوع الحكمة تقتضي أن نسكت أيضا عن هذا الموضوع من أراد منكم أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السؤالان المتبقيان من هذه الرسالة العراقية سأتركهما إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر